قرأت عليكم في توقيع إسحاق ابن يعقوب وأما المتلبسون بأموالنا مباشرة بعدها وأما الخمس وبعد ذلك وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله وبعدها وأما علة ما وقع من الغيبة إلى آخر الكلام هكذا جاء الكتاب متسلسلا وأما المتلبسون بأموالنا وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وأما ندامة قوم وأما علة ما وقع من الغيبة إلى آخر الكتاب سأنقل لكم صورة من واقع حوزة النجف من خطيب هو نجفي وهو يتحرك في خدمة مرجعية السيستاني زمان الحسناوي بيده الكتاب فلا مجال أن يقول قائل من أنه نسي الناس بيده الكتاب يقرأ هذا التوقيع يبدو أنه إما كان جاهلا من أن هذا التوقيع هو الذي ذكر فيه الخمس أو أنه كان ناسيا ليس مهما ماذا فعل وهو على المنبار هكذا فعل وَأَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا نص كلامه ها هو موجود بين يدي هكذا قرأ وَأَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ استَحَلَّ مِنْهَا شَيْئًا فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ هو يعلق اللي يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار المفروض الآن يستمر وأما الخمس مباشرة يأتي هذا الصطر بعد ذلك الصطر فلما قرأ وأما فوجد كلمة الخمس تنبه إلى أن الكلام هنا في إباحة الخمس فقفز قفزة إلى جهة أخرى من الكتاب فترك الخمس وترك الصطر الذي بعدها وذهب وأما علة ما وقع من الغيب قرأ هكذا وأما المتلبسون وشرح الكلام ثم قال وأما فرأى كلمة الخمس فقفز قفزة بعيدة بحيث ذهب إلى آخر الكتاب وأما علة ما وقع من الغيبة وقرأ ما قرأ رجاء اعرضوا لنا الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من يأكل من فلوسنا يأكل نار وأما وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هذا هو واقع حوزتكم هذا هو واقع عمائمكم شفتوا شلون بدل شلون قلب لما واجه الحقيقة قفز قفز إلى ما بعدها أنا لا علومه فهو خطيب صغير لكنه يعكس لكم واقع مرجعية حوزة الطوس واقع مرجعية حوزة النجف رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى وأتمنى على المشاهدين يشوفون شنون يبدل كيف يقوم بعملية تبديل وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو ناع وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم شيخ زمان الخطاب ليس ذك فقط وإنما لكل أصحاب العمائم المتلبسون الذين يأكلون النيران هو أنتم أنتم الذين تأكلون الخمس فهذا العنوان المتلبسون عنوان عنوان عام ليس مشخصا ولذا وقف عنده وقال ما قال اللي يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار لما وصل إلى الخمس قفز رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثالثة وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكو